السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة المكثفات 4 إلى 2 الطاقة المخزنة في مكثف عندما نقوم بشحن مكثف فإننا نستخدم مصدر جهد كهربائي حيث يجب بذل شغل لدفع الإلكترونات إلى أحد لوحي المكثف وسحبها من الآخر فتوجد في البداية كمية صغيرة فقط من الشحن الكهربائي السالبة وتعتبر إضافة الإلكترونات في البداية شيئا سهلا وذلك لأنه لا توجد قوة تنافر كبيرة ولكن مع زيادة الشحن الكهربائي السالبة على اللوح يؤدي ذلك إلى تزايد قوة التنافر بين الإلكترونات الموجودة على اللوح والإلكترونات الجديدة لذلك يجب بذل شغل أكبر لزيادة الشحن الكهربائي على اللوح ففي الشكل التالي المساحة المحصورة تحت المنحنة تمثل الطاقة اللازمة أو الشغل اللازم لنقل شحنة كهربائية Q عند فرق جهد كهربائي ثابت V حسب العلاقة W تساوي QV وهو ما تمثله عمل الخلية الكهربائية فالخلية الكهربائية تقوم بدفع الشحنات الكهربائية بجهد ثابت وبما أن الجهد يتناسب طرديا مع زيادة الشحنة فإن المساحة تحت المنحنة تمثل الشغل المبدول لشحن مكثف حتى يصل إلى فرق جهد كهربائي معين وبما أن المساحة تحت المنحنة عبارة عن مثلث فإننا نوجد مساحة المثلث من القانون نص ضرب طول القاعدة ضرب الارتفاع ومنها فإن W تساوي نص ضرب طول القاعدة Q ضرب الارتفاع V وهي تمثل معادلة الطاقة المخزنة في مكثف ونستطيع الحصول على معادلات أخرى عن طريق التعويض بالمعادلة V تساوي Q على C فعند تعويضها في المعادلة W تساوي نص QV تصبح المعادلة الجديدة للطاقة المخزنة في المكثف W تساوي نص Q تربيع على C وبالتعويض عن Q تساوي VC في معادلة W تساوي نص QV تصبح معادلة الطاقة المخزنة في المكثف الجديدة W تساوي نص CV تربيع وتمثل هذه الثلاث معادلات الشغل المبذول في شحن المكثف وهذا الشغل يساوي الطاقة المخزنة في المكثف وهي كمية الطاقة المتحررة عند تفريغ المكثف ويمكننا أن نرى من الصيغة الرياضية W تساوي نص CV تربيع أن الطاقة W التي يخزنها المكثف تعتمد على كل من سعته C وفرق الجهد الكهربائي V الذي شحن عنده حيث تتناسب الطاقة W المخزنة تناسبا طرديا مع فرق مربع الجهد الكهربائي فعند مضاعفة فرق الجهد فإن الطاقة تتضاعف أربعة أمثال ما كانت عليه مهار عملية أربع إلى واحد استقصاء الطاقة المخزنة في مكثف يمكن استقصاء معادلة الطاقة المخزنة في المكثف من خلال توصيل جهاز جولميتر حساس بدائرة كهربائية كالموضحة في الشكل والجولميتر هو جهاز قادر على قياس الطاقة بوحدة المليجول يشحن المكثف عندما يوصل المفتاح بمصدر فرق الجهد الكهربائي وعندما يوصل المفتاح بالجولميتر يفرغ المكثف خلال الجولميتر وعندها سيقيس الجولميتر كمية الطاقة التي حررها المكثف وباستخدام مكثفات ذات ساعات مختلفة وبواسطة تغيير فرق الجهد الكهربائي بيه يمكنك استقصاء كيف تعتمد الطاقة المخزنة وعلى السعة سي والجهد في واحد وصل مكثف بمصدر قوته الدافعة الفين فولت فتغير جهده وشحنته كما في الشكل المقابل احسب واحد سعة المكثف اثنين الطاقة المخزنة بعد تمام الشحن من الشكل البياني يتضح لدي ان الشحن كيوب وحدة المايكرو كولوم على المحور الصادي وفرق الجهد في بوحدة الفولت على المحور السيني اذا يمثل الميل في هذه الحالة السعة فالسعة تساوي كيو على في اذا نستطيع حساب سعة المكثف من خلال ايجاد ميل المنحنة سي تساوي كيو تو ناقص كيو ون على في تو ناقص بي ون اي فرق الصادات على فرق السينات لان سي تمثل الميل ثم نأخذ نقطتين من الصادات ونقطتين من السينات ونعوض كيو تو عشرة في عشرة السالب ستة ناقص كيو ون خمسة في عشرة السالب ستة تقسيم في تو الفين ناقص بي ون ألف اذا السعة تساوي خمسة في عشرة السالب تسعة فرد اثنين نوجد الطاقة المخزنة بعد تمام الشحن ونستطيع حساب الطاقة المخزنة من القانون دبل يو يساوي نص كيو في ثم نقوم بالتعويض نص ضرب كيو عشرة في عشرة السالب ستة ضرب بي الفين ومنها نحصل على قيمة الطاقة المخزنة دبل يو تساوي صفر فاصة صفر واحد جول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر